اشتركوا في القناة هذا الاجتماع يجيء كأولى النتاجات المثمرة التي جادت بها شجرة التعاون البناء الذي أفصح عنه مسبقا في واشنطن في سبتمبر الفائت والمتمثل بالتوقيع على مذكرة تفاهم كانت قد جمعت مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مع مؤسسة الأعمال والحرية الدينية العالمية والتي يتم بموجبها تعزيز مفاهيم الحرية الدينية في بيئة الأعمال وتقوية الربط ما بين الحرية الدينية والتنمية الاقتصادية ليس فقط طاولة مستديرة بل الميدان حيث يجتمع أبناء آدم عليه السلام من مختلف أطراف العالم وفي البحرين لأن مملكة البحرين أثبتت بالعمل والجدية حقيقة الإسلام أدخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا الشيطان إنه لكم عدو مبين هنا رجال الأعمال ورجال الدين ولكننا جميعا بني آدم إن بلق باب المؤتمر لتتجلى أبهى حلة من رسائل سامية حوتها أفكار من ضمتهم الطاولة المستديرة طاولة اجتمع عليها رواد الحرية الدينية والمتبنونة لإحلال قواعد التعايش السلمي داخل بيئات المجتمعات الدولية أينما كانت لدينا سياسة متابعة في الشركة تقضي بدعم مختلف العاملين من جميع المعتقدات وهذا الأمر يدعو منا جميعا أن نشجع على حرية الأديان وفي هذه الشركة نقوم بالتعامل مع الموظفين على أسس من الكفاءة وليس لما هي المعتقد الذي يتبنونه ولا شك عندما يحدث التعارف والتواصل بين الأمم والشعوب يحدث هناك ازدهار في العلاقات الاقتصادية وغيرها والثقافية وهذا كله يعزز السلم في المجتمعات سرنا جدا بهاللقاء الحلو بهالطاولة المستديرة بهالأشخاص اللي إجوا من كل أنحاء العالم لحتى لي بشروا بالمحبة ويحكوا بالأخوة أنه ساعتها حتى بأمور البزنس إذا كان الإنسان متدين بيكون أخلت تاني وخليه ساعتها يثق فيه الأخل تاني حرية دينية تتكفل بالخروج من عنق زجاجة أي تأزم قد يلقي بظلاله على نماء الدول وتطورها فاستقرار القيم الدينية والأخلاقية يبشر دوما باستثباب الأمن وبالتالي من المؤكد أن لا تضل قدم الاقتصاد عن وجهته المعلومة نحو ازدهاره وتطور مخرجاته ما فيش نمو اقتصادي بدون سلام وتعايش وحرية أداني ما فيش يعني فيه استحالة ففعلا البحرين يعني فعلا البداية الأساس اللي وضع الموضوع والاتجاه ده دلوقتي هو ده فعلا هيكون أساس النمو الاقتصادي يعني المايدة المستديرة من كل البلاد من كل المؤتقدات من كل الصناعات يعني ديفرنت كل حاجة الأنواع المختلفة فيها حقيقي يعني مائدة مستديرة اختيارها رائع ورفيع جدا ودقيق جدا بنود مذكرة التفاهم عميقة بمضمونها الذي ركز على ضرورة إنشاء موائد مستديرة للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجمع دولي لم يساوم على حقوق المعتقد وكرامة الإنسان ونأى به عن أي استهداف قد يثبطه عن آداء دوره الفاعل في نماء محيطه ورقية مائدة مستديرة تناقلت فيها الآراء لتجمع على أن حرية الدين خصوصية لا يمكن التفاوض عليها مهما بلغت الأثمن لتلفزيون البحرين محمد رشادت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر